فياريت يا جماعة الناس اللي في مصر نشجع المنتخب أين كانت الظروف كويسين وحشين نمشي ورى المنتخب لحد ما البطولة ما تخلص وبعدين يبقى تكلم على واحد واحد سهلا هي سيم البطولة تخلص وبعد كده تكلم على واحد واحد انت مستعجل ليه وبعدين الراجل قالك أنا مش هتأثر أنا كيك أبلعب في المنتخب بقى ليه عشر سنين عندي رحلة احتراف عظيمة مش هتأثر بس فيه لعيبة تانية بتتأثر وأكيد هتتأثر وأكيد بتتبع السوشيل ميديا هقولك حاجة تفاهمك احنا فين يعني أول مبارح مبارح حطيت تويت على موقع اكس قلت فيها انه خسارة كبيرة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر بس اللي موجود الرجال اللي موجودة هتعوض انت سمعت مني هقول لأنا كتبته هل ده ينفع أصلاً يبقى فيه محل يبقى الكلام ده مثلاً محل نقض هجوم إساءات بقولك إساءات شتايم يعني بكل حاجة عشان قلت غياب محمد صلاح خسارة منتخب مصر وان الرجال اللي موجودة هتعوض هجوم وشتايم ونرفزة وعصبية وده ده كان أحلى رد فيهم يعني ده ده أبسط رد بقية مش أحلى أقصد إنه أكثرهم تهزيباً يعني ما فيهوش ما فيهوش حاجة يعني هارف عريضه يعني البقية كله ما ينفعش يتعرض بص الكلام أنا شفت تويتات كتير كلها الأول أنا كاتب إيه غياب صلاح عن المباراتين القادمتين خسارة كبيرة جداً لمنتخبنا والعشم في الرجال اللي موجودين سهلة بص بقى أنا شفت تويتات كتير كلها تزييف وكذب وتطبيل إنما تويتة زي دي ما فيهاش حرف واحد صح والشيطان نفسه واقف يسقف له ويقوله عملتها زي دي ويسقف له ويقوله جدع يا كريم استمر يا سلام شيطان شيطان عشان بقول صلاح غياب صلاح عن المباراتين القادمتين خسارة كبيرة جداً لمنتخبنا والعشم في الرجال اللي موجودين الشيطان يعني مش هيعرف يعمل كده مش هيعرف يكتب الكلمتين دول إزاي يعني إزاي حتى واصلين في الاختلاف لدرجة إنه نتعامل نقول أصل الشيطان واصل فيه تطبيل واصل فيه تزييف طب معلش معلش مع كامل احترام للأستاذة اللي كاتب طبعا كل الاحترام لي يعني ايه تزيف وكذب وتطبيل يعني ايه يعني يعني ايه تزيف وكذب فين يعني في ناس ما بقيتش فهمهم وبقيتش شاكك فيهم وبقى الوضع شكله غريب وشكله مريب يا جماعة فيه أفورة على فكرة دي كرة قدم يعني ايه يعني انا قلت لك ان انا شايف ان محمد صلاح ده اعظم ده قعب جيه في تاريخ مصر فانت قولي لأ والله انا شايف لعيب تاني اعظم هقولك تحت امرك اللي تشوفه اللي تشوفه مفاش مشكلة لما قولك ان محمد صلاح بيدي ويعطي ويكتاهد لمنتخم مصر ده رأيي ودي رؤيتي وانت شايف حاجة تانية لتشوفه والله يا شايف انا ان محمد شناه وده حارس عظيم وكبير تقولي لأ والله اصلي كان فرانا حسن منه يا سيدي براحتك ده كرة احنا بنختلف على اللعيب العالميين يعني تجيه تقولي مثلا ايه انا شايف ميسي اعظم لعب جيه في التاريخ انا اقولك والله انا شايف كريسان وانا اقول لأ هو اعظم لعب في التاريخ والدك هيقولك لأ انت مشوفتش مارادونا اللي جنبك هيقولك لأ وبليه طب وزين الدين زيدان طب ورنالدينيو عادي يعني الاختلاف في الكرة ورؤيتك لللاعب دي رؤيتك براحتك والله زي كده لما تيجي تسمع مطرب هزي تقول والله انا شايف المطرب ده عظيم جدا وصوته حلو قوي انا اجي يقولك والله لأ صوته مزعج ما بحبوش بس انا بحب فلان الفلان تقول لأ بس انا ما بحبش ده براحتك اللي ترتح له يا سيدي اللي ترتح له دانك اللي ترتح له عنيك اللي يرتح له دماغك ليه خناقة هي ده منتخم مصر احنا من ادخال انا اصلا مستغرب ان احنا كل يوم بنتلع نقولك كلمتين دول ليه ليه اصلا ومنتخم مصر بيلعب ان شاء الله باذن الله يا رب يا رب كل اللي بيحصل ده لا يؤثر على منتخمنا والرجالة اللي في منتخم مصر اللي ما عملوش مبارتين جيدتين او مباراة ونص تحديد عشان شوت تاني من غانا كان شوت مهم جدا يبدأوا بقى البطولة من مباراة كاب فيردي ونكسر الدنيا ونبقى نعمل اداء رائع وناخد البطولة كل حاجة تبقى حلوة سنصبر يا جماعة وبلاش احنا نتخانق هي مش خناقة نفسينا ان شاء الله ربنا يكرمنا ومنتخمنا ياخد الكاس ونفسينا لعبتنا دي تشرفنا ويبقى احسن لعيبة في الدنيا ليه التقليل وليه التجريح وليه التجريح في بعضينا حتى لحد يقولك ايه ايه حيعم ده با الراجل ده مبفهمش كورة قدام بيقولك فلان ده كويس يبقى ده مبفهمش كورة ليه مبفهمش كورة وليه فلان اللي جانب ده مبفهمش كورة وليه انت بتفهم وانا ما بفهمش او ليه انا بفهم وانت ما بتفهمش اختلاف الاختلاف وجهات النظر في الكورة دي طبيعي جدا حسب رؤيتك انت وحسب التأثير اللي بيعملوا اللي عبد انت شايفه ازاي ببساطة يعني مش حكاية ولا خناعة